اشتركوا في القناة راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها أسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذنين أرقام حتى تطلونا آراءكم بالمواضيع اللي احنا راح نعرضها عليكم من فيديوهات ومقاطع انتو صورتوها ونشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالمواضيع اللي انتو تريدون تحجون بها في حال ما تأمن الخطوياكم ما قدرتوا تتصلون بنا لأي سبب كان الرقم الأخير لبصفة إشارة الواتساب تقدرون دزلنا رسالة على رقم الواتساب المخصص للبرنامج برسالة مكتوبة أتمنى تكون متبوعة بالإسم والمكاة حتى نقدر نقراها ونعرف من اللي كتابلنا ومن وين جتنا الرسالة مشاهدين الكرام نبدي حلقة اليوم وأول ملف ويانه هو ملف النزاعات العشائرية نبدي من ظاهرة النزاعات وفوضى السلاح لأنه غالبا ما يتحول الليل ببغداد ومحافظات العراق الجنوبية بسبب خلاف بسيط إلى نهار بسبب وميض ودويل أسلحة الخفيفة والمتوسطة اللي تستخدم بالمواجهات بين هاي العشيرة أو تلك بنزاعات يبدو أن الحكومة عاجزة عن وضع حد إلها رغم اعتبار النزاعات العشائرية عمل إرهابي ولما ينكشف الصبح ويتجلى النهار يحمل طرفاء المعركة يحملون قتلاهم وجرحاهم ويتوعدون بالثار بمعركة جديدة وهكذا هي دورة الحياة للنزاعات العشائرية بالعراق اللي ما تنتهي أحيانا لكن المفارقة أنه النزاعات العشائرية بدت بالآوينة الأخيرة تتخذ مسار جديد ورما بدت الأطراف المتنازعة تتبادل إطلاق النار في وضح النهار بدون أي خوف لا من سلطة حكومية ولا من ملاحقة قانونية ولا من قوات أمن هذا اللي جرب منطقة الشعب البغداد اللي شهدت انتشار مسلحين يرتدون الزي الأسود خلال اشتباكهم ويخصومهم بشوارع الحي في وضح النهار مثل ما راح تشوفون هسه اشتركوا في القناة رمي واطلاقات واحد دا يتمشي بجنود تاو سيارة جاية منها وقبل ما طار طلع منها وطلب منها مداري مبال لان صارت شي طبيعي قامت الناس تتعايش وياها هذا مو اول نزاع عشائري مسلح انطلعها بالشعب ولا بمدينة الصدر واغلب النزاعات عشائرية تتصير هناك تتصير بالنهار يعني لما تتصير بالنهار الشرطة موجودة وقوات التدخل السريع واسوات وغيره ومسميات قوات الامن كلها خلوها ببالكم والناس تتشوف وهم من بينين واللي شايد اصلاح مبين بهذا الفيديو وبغيره بس ما حدا يحاسب وتزداد النزاعات المسلحة بشكل لافت نتيجة لضعف الحكومة وانتشار السلاح المنفلت وسطوة الميليشيات اضافة عن تجارة بيع السلاح اللي ازدهرت بسبب ادارتها من قبل متنفذين بالميليشيات والعشائر تشير مصادر امنية الى ان استمرار النزاعات العشائرية اللي دينها القانون حسب السلطات ناجم عن السلاح المنفلت وانه بعض العشائر تملك سلاح اكثر من قوات الشرطة في بعض المدن ما تتوقعون هذا الشيء دين الحكومة والوزارة الداخلية ووزارة الدفاع لما تكون عشيرة تمتلك سلاح اكبر من القوات الامنية المصادر تقول والضيف ان القوات الامنية عاجزة تماما امام النزاعات العشائرية اللي ما تقدر تسيطر عليها وانه فوضى السلاح المنفلت وكثرة النزاعات العشائرية وغياب سلطة الدولة ببغداد وبالمحافظات الجنوبية بالتحديد دفعت العشائر ان تسلح ابنائها تسليح كبير جدا وصار كل فرد من افراد العشيرة يمتلك سلاح شخصي بذريعة الدفاع عن النفس والعشيرة يعني كل عشيرة صار بها الجيش المصادر ضيف انه بعض النزاعات يتورط بها افراد من الجيش افراد من الشرطة افراد من الحشد ويستخدمون اسلحة الدولة وسيارات الدولة لنصرة عشائرهم ومساندتها هذا اللي اظهر النا مقطع مصور لتنفيذ مجموعة مسلحة تنتمي الى احدى العشائر دقة عشائرية على بيته بمنطقة ام الكبر والغزلانة ببغداد وامام انظار دوريات الشرطة المتواجدة بالقرب من المنزل المستهدف من دون اي اجراء من قبلها دعونا نشوف دعونا نشوف تعرفون شن الحلو بهذا الفيديو ذن السيارتين واحدة شرطة واحدة تابعة لقوات الامنية هم شرطة دينات طابقات وعناصرها ما موجودين يمكن طابقين على صفحة يتفرجون واكوبية هجم بسبب دقة عشائرية علما انه حسب السلطات وحسب الاعلانات الرسمية انه النزاعات العشائرية تعامل معاملة الارهاب شفتوا شون تعاملوا ويا المحافظات الستة المنتفضة بحجة الارهاب وشفنا التعامل الحكومي ويا الارهاب لكن النزاعات العشائرية تعامل معاملة الارهاب بدون تدخل قوات امنية بدون تدخل قوات الشرطة بدون تدخل قوات وزارة الداخلية بدون تدخل قوات وزارة الدفاع كيف راح يتم محاربة الارهاب اذا كان اكون تقاء لعملية الدفاع او لعملية الصد والرد هذا اللي هو الذي يصير بالعراق هذه الناس لما شافت هذه الفيديوهات ألقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يعني من فيسبوك أبو تلكيف الجبوري زينوا سيارات الشرطة الواقفة شي سوون يبيعون طرشي أشرمي فوقهم وماكوا أحد كلها فالته بهجة البياتي خطيئة دوريات الشرطة لو سامحينهم بس يطلعون حاتم كريم دولة ماكوا بس على الفقير كفيلة كلا وينك لعد بسة هوبز وزير الداخلية ومصطفى هادي الشرطة في هذا المكان حالها حال الأمم المتحدة تشعر بالقلق دائما هذا كان ما علقه الناس على هذه الفيديوهات وقضية النزاعات العشائرية اللي على أساس الحكومة دتواجهها ودتحاربها وتمنع حدوثها أبو عمر من بغداد حياك الله حياك الله أستاذ فتحياتي القناة الرافدين وجميع أستاذ المشاهدين الكرام حياك الله حياك الله أستاذ أفد نحن نشوف بالعراف من 2003 لحد الآن النزاعات العشائرية اللي قاعد بصير عندنا بغداد وكل محافظات من حبيبة هاي لو كان عندنا دولة صحيحة ودولة إلى يعني تستمع قيادة قوات المسلحة ورئيس وزراء ووزارة الداخلية جهاز الأمين هاي المفروض يكون إلى هيبة وإنها مكانتها يعني للشعب العراقي وللعالم كله لكن نلأس إنه هاي الهبة انكسرت من 2003 لحد الآن احنا ما عندنا وزارة داخلية وقوات أمنية تحافظ على المجتمع العراقي والشعب العراقي وتحافظ على المكان اللي هو لازمه رئيس وزراء وكل رئيس وزراء مثل أمثال يعني حدث نشوفه الموجود عندنا المفروض وزير الداخلية وزير الدفاع كل هاي الأمور المفروض عندنا قوات يعني المفروض تقضي على هاي العشائر والسلاح المنفلد لكن من الأسف احنا اليوم وزارة الدفاع وزارة الداخلية ورئيس وزراء محمد الشعاء السوداني وكل هاي الأسماء يعني تسبب بأنه أمناس هذا فإحنا ما عندنا يعني جهة قيادة قوية تمثل القيادة القوات العامة المسلحة بس عندنا يعني حشد وعندنا ميليشيات وعندنا عزاب وعندنا قيادات ميليشيات هي فوق السلطة وفوق القانون اللي قاعدنا نشوف أبناء هاي العشائر اللي من ضمنهم السلاح المنفلد فإن شوف القوات الأبنية والشرطة الانتحادية يعني ينظرون هاي الضربات الاصلاح يعني المنفلد والأسلحة يعني الكثير من عندنا يعني غير السلاح الخفيف عدهم السلاح حاول عدهم دوشكات عدهم خاذفات نا كل هاي الأمور صعبة يعني ناس أبرياء قاعد يستهدفون يعني صار عندنا نزوح بهاي المناطق اللي بالجنوب والوسط من يشوفون هاي الميليشيات والأعزاب جاعد يضربون طلقات والسلاح القوي عدهم اللي قاعد يصير هاي تعتبر كسر الدولة وهي في الدولة يعني شنو موجودة الاتحادية وشنو موجودة الخوات الشرطة اللي قاعد تنظر وهي هي المفروضة عاسم هاي اللي قاعد يسيع بالبلد وخراب البلد هاي أول نا نا هاي في الدولة تنكسر وتالي يصير رئيس وزراء وزارة الداخلية كل هذا ما يعتبرون الشعب العراقي بأنه عدهم وزارة يعني يرعب بيها المواطن ياخد حقه للأسف عندنا الفساد والتدمير بوجود هذه الأحزاب وجود هاي الميليشيات وجود هاي القيادات ما ممكن عندنا تصير دودة إلها هيبة في وجود هذه الأحزاب والحاجة اللي أسستها هذه الميليشيات فموهم مهما يكون عندنا هاي الأحزاب مطول يعني عمرها وإن شاء يرجع العراق أحسن وترجع إلى تهاده وإلى قوته وإلى وزارة الداخلية وصير عندنا شعب أحسن من هاي الميليشيات والأعزاب وبالنصر إلا بالله وتحيات إليك يا أستاذ أفر وتحيات شكرا لك حياك الله من ميثان أبو أحمد عليكم أستاذ رفل يا طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يحفظك أنا أريد منك بس شغلة وحدة لا تنساني أنا الباح خبرتكم على الإعلاج شد ورعله وانا الله وبيكم الله وبيكم لا أجب تهد ما أقدر والله يا أستاذ رفل والله وبيكم خناتكم كل إنسان خير يسمعني نعم يا رب خبركم على الإعلاج الطفل نعم أذكر 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 يا أخوي نعم وأنا أريد اعتبر أخوك اعتبر أخوك اعتبر ابن الشعاب ابن الفقير بتاكيد يعني ما عشر كبيرك نعم نعم والله بشاربك أنت تتجه بعد شو بشلون قول يا رب أي والله إذا تبشرني يا سابدين ما عدي أحترني العلاج كبيرك الله خير إن شاء الله يا ربي من خلال هذا البرناوج محتز بيكم أنا مستخر والله ما أروح لغيركم نعم وقعد من مشابعكم أنا يعني من متابعكم نعم نعم خير إن شاء الله تبشروني على العلاج تبعوني النتيجة فتجور وحلق قول يا رب قول يا رب يا الله يا الله حبيبي حبيبي شكرا لاتصالك الله وأحب أذكر قضية أبو أحمد عند طفل الطفل كان إلى علاج مستمر لكن جهات المعنية كتبت أنه لا يستجيب إلى العلاج علمان أنه الطفل بحاجة إلى هذا العلاج فمنع من حصول العلاج وهو لا يستطيع الإفاء باحتياجات ابن المريض من علاجات وأدوية فطلب من أصحاب الخير أنه تمدل يد المساعدة لإبنهم وأنا وجه رسالة إلى محافظة ميسان وفاعل الخير في المحافظة أخوكم أبو أحمد محتاجكم ودي صيح عينه ابني فيا رب تجيبوه على مدار عقود من الاحتلال والحروب وسوء الإدارة والفساد وغياب الاستثمارات بالعراق بشكل عام خصوصا النظام التعليمي اللي صار واللي لحق بالعديد من المدارس العراقية من عمليات تدمير بعدد المحافظات وما ترتب على هذا الشيء من تأثيرات سلبية على المنظومة التعليمية العراقية علما أنه العراق يمتلك أكثر من 15 ألف مدرسة ابتدائية حكومية وأهلية لكن حاجة الفعلية توصل إلى تقريبا 27 ألف مبنى مدرسي لأجل استيعاب أعداد الطلبة بكافة المراحل لكن الحاجة الفعلية تتجاوز هذه الأرقام بسبب وجود عديد من المباني اللي تم تشييدها بدون مراعاة ضوابط البناء المدرسي وبدون مراعاة أدنى معايير الجودة والمتانة لأن ظهر جليا انهيار الكثير من جدران وأسقف المدارس المشيدة حديثا بسبب الفساد والغش هذا اللي حصل بمدرسة الإخاء بناحية لسوير بمحافظة المثنى لما وقعت الواجهة الأمامية على التلاميذ والأهالي قاموا يناجدون أن يلقوا حلول سريعة للحفاظ على أرواح أبنائهم وهي ثاني مدرسة تطلع ببرنامج صوتكم وواجهتها توقع على الناس خلونا نشوف ترجمة نانسي قنقر 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 المدرسة من الفيديو اللي شفناها هي مو بس تحتاج انو الواجهة معايتها لازم تنعاد من جديد او تستخدم طرق صحيحة لتثبيت الواجهة او الحجر على الواجه حتى حديقة المدرسة لازم تكمل الساحة مع المدرسة والملعب اللي طلع قبل شوية على يسار المبنى بالضبط على يسار المبنى كان اكو ساحة هم تحتاج انو تكمل لانو مرافق المدرسة هي واحدة من اولويات المدرسة لما توفر مرافق صحيحة وتوفر بيئة تعليمية صحيحة الطالب يقدر يدرس اضافة الى المنهاج اضافة الى الكوادر التعليمية لاني ثلاثتهم بالعراق ما موجودة لا بيئة تعليمية صحيحة لا منهاج موجود ولا كوادر يجيني واحد يقول لا الوزارة ده طلع منهاجك بس كتب ماكو والتلاميذ ذا يرحون يشتروها علمان انو نص الشعب العراقي تحت خط الفقر على الرغم من انو النظام التعليمي العراقي كان يعتبر فيما مضى من افضل النظم التعليمية بالمنطقة لكن اليوم يواجه انحدار شبير بسبب الاهمال وتصدي من هم غير كفوئين في مسؤولية هذا الملف واصبح ملف التعليم بالعراق لا يعترف به عالميا بعد ان قيمته اليونسيف انه تحت المعيار يتجلسوا ادارة عملية تعليمية والتربوية بالمشاهد اللي ينشروها الناشطين والمواطنين بالبصرة ناشط رصد تحول مدارس علمت اجيال خرجت ناس ودكاترة وعلماء وفساهموا في البلد تحولت الى مرتع الاغنام بوسط تساؤل شنو دور وزارة التربية شنو دور الجهات المقتصة في بغداد والمحافظة ليش العراق بي نقص ابنية مدرسية ولازم يبنون ابنية مدرسية جديدة بوقت تتحول بابنية مهملة الى مكان لرعي الاغنام خلونا نشوف يا رئيس الوزراء يا محافظ البصرة هاي حال 23 مدرسة في محافظة البصرة انهدمت سنة 2019 على اساس تنبني خلال ست شهر بناء جاهز وصل لهم ست سنوات هذا حالهم دمرتوا اجيال بسبب مقاول تلك بالعمل وما حاج يقدر يحاسبه وهذا حال المدارس يا وزير التربية تقبل اليوم المدارس مالتك تصير مرتع للاغنام يا قضاني يا ادعاء العام اتدخلوا انتم اليوم وحاسبوا مسؤول الشركة اما يسحب العمل منه او ينجز المدارس الثلاثة وعشرين خلال مدة ما معقولة اليوم طلاب قاعدين يعانون يروحوا المدارس اخرى للدوامات واربع دوامات وما قاعدين يتعلمون بسبب مين بسبب مسؤول شركة هاي مؤامرة اليوم على التعليم من تتحول مدارس حلمة اجيال الى مكبل النفايات ومرتع للاغنام وللخمارة مدارس يتحول الى مزارع اللي تربية الاغنام شنو دا تعلموهم القراية والكتابة تعلمون الاغنام يحشون لغات حتى من اتباعي يجيكوا تقولوا الله هذا اللي عندي يحشي لغات متعلمة بمدرسة وجهالنا وولدنا وبناتنا نطلع من البصرة الروح الميسان على الرغم انه وزارة التربية اعلنت تراجع في نسبة الاعتماد على المدارس الكارفانية في العراق واكدت دخول اكثر من 450 مدرسة جديدة للخدمة خلال هاي السنة الدراسية بظل المخاطر الشبيرة اللي تترتب على مثل هذا النوع من المدارس على ارواح التلاميذ والطلبة نتيجة البناء من مواد قابلة للاشتعال لكن الصور الوردة من ميسان تبين زيف الادعاءات الحكومية والوزارية لانه بعدها المدارس الكارفانية بالمحافظة تشتغل على الرغم من المشاكل بهاي المدرسة خلونا نشوف التربية المحترم هاي المدرسة بالعمارة هاي بالعمارة انا اريد من عندك دقيق تين تغمب عينك وتتخيل اولادك بهاي المدرسة دقيق تين تغمب عينك وتتخيل اولادك بهاي المدرسة المدرسة عبارة عن كارفانات بالعمارة العمارة اغنى محافظة بالعالم اغنى محافظة بالعالم اللي طايفة على بحر من نفط هاي المدرسة كارفانات شوف وضع الطلاب بيها شون اسم اسمها وشلون المنطقة اسم اسمها اسمها مدرسة أبناء العراق حي الرحمة ليش ليش دولة أولادنا وأطفالنا تاليهم بيش مدارس ليش الناشط يقول ميسان أغنى محافظة بالعالم والعراق أغنى بلد بالعالم أغنى بلد بالخيرات ثاني أكبر احتياطي نفطي وجبال من الفوسفات والبوتاسيوم وغيرها وغيرها والكبريت تربة خصبة نهرين كان النهرين والعالم تحز على المصادر اللي موجودة به اللي لو استغلت بطريقة صحيحة لكان فعلا أغنى بلد بالعالم ومع الأسف رغم اعتمادة على النفط فميزانياتها الانفجارية هي أكبر ميزانيات الدول وأكبر ميزانيات دول المنطقة لكن شعبه أفقر شعب بالعالم الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود هنا من فيسبوك محمد العيسي جدا طبيعية في بلد حكم قراصنة وقطاعي طرق من أعلى الهرم بهم إلى القاع والحاج محمد البياتي نحن لا نشكو من قلة المال ولكن من كثرة السراء أبو دعاء العطبي مع الأسف هكذا تبنى الأوطان انظروا لكل الدول كيف يحترمون الألم وكيف يهيئون الإنسان ويتمون به منذ طفولته ولحين وصوله لأعلى المراتب وكيف هذا يحب وطنه ويكون مخلص له ونحن دخلت علينا عصابة مكونة من لصوص وقتل وخونا كانوا متسكعين بالشوارع وبمساعدة المحتلين استلموا بلد عمره دعش ألف سنة ودمروها أما أمره تقول أريد أعرف شكوا حطوا وزارة التربية بس فالحة تاجل الدوام تأجل الدوام وتنطي قرارات سخيفة وعايفة الخدمات كان هذا تعليق الناس على قضية انهيار التعليم بالعراق ناصر من ليبيا حياك الله يا ناصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يزددك سنقبارك حالا بيك نحمد الله على كل شيء تحية لك كل العراق والشعب العراق والبطن حياك الله وتحية بلسان الشعب العراقي لكم وإلى شعب ليبيا الله يسلمك وعزك ويبارك فيك ناصر الله العظيم رب العظيم ان يفرج العراق ويرد العراق يسود العرب ويسود الأمة الإسلامية ناصر الله ان يرد العراق مثل ما كانوا أحسن يسلمك عازي من غيره آجل يسلمك ربي ناصر الله ان يفرجها عليكم ناصر الله ان يفرج كربكم وينيوحد بلادكم وينيجمع شملكم عازي من غيره آجل إنه على كل شيء قدير وناصر الله ان ينصر فلسطين وأهل فلسطين اللهم آمين الله يفتع عليك وبارك فيك ويوسع عليك يا ربي وبارك بيك ومشكور عن كل كلمة طيبة نقلتها من أرض ليبيا شكرا 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 لك يا أخ ناصر وتحية إجلال وتقدير إلى كل شعوب الوطن العربي من الخليج حتى المحيط نتمنى أنه ترفع الغمى عن بلادنا العربية أيضا من الخليج حتى المحيط ويعود العرب موحدون مرة أخرى بعيدا عن مسميات الحدود اللي وجدها المحتل باتفاق يا ساكس بيكو أبو علي من الديوانية حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبيب كل هذه الأخفاقات والسلقات اللي موجودة بالجلوب على البلاد تحتية تراهية كلها بلاد تحتية مخشوشة نا هنا غشتها مخشوشة يعني الحديد وكل من المدارس ما تكلف لها 50 مليون مسترجين على الدولة مليونة على الولوص وكل ما يحدث تجلوا من سرقات بوقت تحملها غيس وزراء نا لا يحدث في الوزراء يقولون أنا حاط وزير وحاط وزير وحاط محافظ وحاط مدير ناحية نا يا أخي قاعد نقول لك الشعب دولة مو أمنا مو مال أمانة دولة احنا الشراجي رادين شخص أمين يا أخي حكوماتك الحاطة بالمحافظات مو أمينة لا تساغتين وقاعد لناجدك نقول لك تتحمل مسؤولية يا غيس وزرائي لا تقول ما تحمل تحمل بالدنيا والآخر أمام الله حاط بكدة وبالدنيا تتحاصر لأن قاعد نقول لك دولة تارقين دولة دمرون لا ولا تحتي لا مستشفيات لا مدارس حاطك وزراء أربية لم يت وزير الكرباء وزير الكرباء خليشوا وزير التعليم خلي وديهم بالمدارس لم ينحظهم غالي ومهما أخاف عليهم من الحر الضريف لأنهم أحظم الشعب الجنوب بالعراق أحظم شعب العراق وهم يسلقون من بيت المال وهم المال من حدنا من النفط من المارك وعندبها تجمع لا يرجى محافظة بجوانية ولا يرجى مدين الناحية لا يرجى رئيس وزراء حيث يعمل يا غطة حاسبهم الله خافواه الله خافوا من البوغرسكم وطاق حصنا وحضب بات بس الحرامية حاصلهم وباتش الحزب الجيكو نواشا أنا خلاش عادمي لا والله عمي ما بيكم الشريف ولا بيكم المحلوية نهائيا نا لأخاف الله يشتغل حديث ليش لا مدارس لا شزمين كل ما نطالب 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 زراسة النفسين وطالب بي نا 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 مشكور يا ابو علي ابو علي يقول احنا نحتاج واحد امين ذكرني بشغلة بعد اتصال الاخ ناصر من ليبيا الليبيين الوزير ما يسموه وزير يسمو امين يعني يقول لك هو فعليا هو امين على مقدرات البلد وزير التموين يا موم يسمو امين التموين ففعليا احنا نحتاج الى واحد امين امين على مقدرات البلد وعلاقوت الشعب حتى يوزع ذن المقدرات بامانة لانه مسؤول امام الله عن هاي الرقاب ويا بداية كل سنة تعلن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اللي تتبع وزارة التجارة العراقية عن اعداد خطة لتوزيع كل مفردات البطاقة التموينية بشكل سلس ومرن على المواطنين بدون تأخير شهريا لكن الواقع يختلف عن اللي يعلن حتى تبدي وراها وزارة التجارة تبرير هذا التقصير ورما ان تخلفوا بوعودها بتوزيع مفردات الحصة التموينية بالموعد وبشكل دوري بالسياق اكدوا مواطنين استلامهم حصة او مادة الطحين الموزعة ضمن الحصة التموينية للشهر الثامن شهر آب هاي الايام ويا نهاية شهر تشرين اول واحنا مقبلين على بداية شهر دعش تشرين الثاني بوسط تساؤلات عن مصير حصص الاشهر اللي مضت اللي هي ايلول وتشرين اول وتشرين ثاني هذا كله بظل الارتفاع الشبير لأسعار المواد الغذائية والحاجة الملحة للأسرة العراقية لمادة الطحين تحديدا في موائدها خلونا نشوف موائد الطحين مال الشهر الثامن وانا سحر ابنائة العاشر انا مناشة دوصلها صادر محمد العزيز مشكور هذا فيديو لكن المقاطع الاخرى اللي تنشر من اكثر من محافظة يأكدوا بها المواطنين ان مفردات الحصة التموينية رديئة مثل التمن الرز اللي يعتبر مادة اساسية ورئيسية للمائدة العراقية خصوصا في وجبة غداء وثقوا مواطنين حال مادة الرز الموزعة عليهم من قبل وكلاء وزارة التجارة المليئة بالديدان والقمل بسبب استيرادها من اسوء المناشئ العالمية وخزنها بطرق خاطئة تغييب بها ادنى مقومات الخزن السليم دعونا نشوف هذا الرز اللي وزعته وزارة التجارة وهو عبارة عنه رز مملوء بالقمل سبحان الله نعلة الله عليكم يا سفلة هذا ما الحصة سجايدة استلم الحصة علي يا قونية تفتحها أمقمل 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 يا عمي يا الله يا الله يقول لك الخير الكثير كانوا الناس سابقاً يعانون من قضية التمم بالتحديد بالحصة التموينية بسبب أنه يقول لك التمم مو نظيف كان تجي ببعض القطع الحصو العواد الخشب لدنان فتلقون الأم العراقية بالبيت حاطتها بصينية وقاعدة تنظف وتلقط به حتى ينظفوا رهات غسلة والطبخة أما هذا ما ينطبخ نهائياً ألمن في فترة الحصار وخوف السلطات على وقوع المجاعة بالعراق استخدموا طريقة الجفر اللي هي حفر حفر بالقاع بالتراب ويدفنون بها الحبوب حتى يخزنوها وهي كانت تجربة استراليا مستخدمة في أيام ثمانينيات قرن الماضي أيام الحرب العراقية الإيرانية وأثبتت نجاحها لكن مع ذلك الأطنان اللي خزنت بالتراب بعد رش المواد الكيميائية ومتابعتها ما بيها وحدة خربت أما في وقت الديمقراطية وعدم الحاجة إلى هذه الطرق البدائية العراقي استورت تمن نقمل فاصولية منخورة ومواد غير صالحة للاستخدام البشري من فيسبوك حسين علي فعلاً المواد نوعية رديئة جداً وبسعر خيالي على الدولة أبو عباس الكربلاء هذا يكلف الدولة الكيلو 1350 لو ينطون مبلغ بمكان الغذائية مو أحسن بس هم عرامية ويشتغلون بكيفهم ما كرقي أبو رضا العراقي والله أسف تحت القونية ردنا نطبخ منها طلع متروس قمل ودكتور عبدالله صالح جميلي المواد الغذائية التي توزعها وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية لا تصلح للاستهلاك البشري منذ عام 2003 جميع العراقيين يعرفون ذلك وفي الإعلام عليها انتقاد كبير كان هذا تعليق الناس على قضية المعاناة بسبب مفردات البطاقة التموينية أما في ملفنا الرابع سننتقل إلى قضية أخرى التي هي ما يواجهه رجال المرور مؤخرا بسبب جملة من الانتقادات جراء المزاجية الواضحة في تحرير المخالفات المرورية وتساء المواطن من ديالة تحررت لمخالفة ذريعة عدم ارتداء حزام الأمان تساءل عن مصير الفلوس التي تم دفع هوا جبايتها في ضل طرق غير صالحة للسير من المفترض أن تذهب هذه الأموال أموال الجباية لصيانة هذه الطرق دعونا نسمع السلام عليكم هذه المرور مع البعقوبة مع الغالبية باع عليهم هنا باع الشوارع 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 مفلش حادي الحكومة بغلسة واحد ما لابس حزام نزعة نزعة يقص لها 25 شوف هاي سيدرهم هنا يا الرايح وتجاخذوا مننا 5000 من الكيوت يلا الشارع ما يصلح لك يقص لك وصل يا بليش ما لابس حزام أمان كافي من الله لا يوفقكم كل يصيروا براسة خير إلا ديالة والله العظيم إلا ديالة باع الازدحام باع الازدحام وباع العالم شوم ميتة والنفقة يقصون المصولات مرور ديالة فاسد إلى أخواننا العرب الذين يتابعون برنامج صوتكم قال كلمة سيطرة مال تقفيص لما يعرف هذا المعنى أنا سأشرح الكي السيطرة معروفة سيطرة الحكومية تابعة إلى الدولة والتي تسمى لجنة في بعض الدول أما تقفيص فهي عملية جباية حكومية بطرق رسمية لأموال غير مشروعة فهي عملية سرقة فتسمى بالعراق تقفيص أما بالأعظمية تحديداً بشارع الضباط في منطقة الأعظمية ببغداد رجل مرور بوقت متأخر من الليل يفتر على السيارات اللي طابقه على جانب الرصيف ويحرر غرامات إلى كل السيارات وراء الاستفسار منه من قبل الأهالي قللهم بالحرف الواحد هذا وفق ما قالوا الأهالي أنه هو مو من قاطع مرور الأعظمية يعني هو ما لعلاقة بالمنطقة هو يشتغل بغير مكان لكن مكلف بواجب من مدير مرور الرصافة منطقة الأعظمية أنه أكو دفتر مع الغرامات بيدة هو وجماعته لازم يخلصوه وينهو وينهون ما بحوزتهم من دفاتر غرامات حتى يرجعون إلى مراكز الشرطة خلونا نشوف سيارات كلها طعاق قسائد أول كلها قسلة وصول الواحد ذاكية الغالية أول مرور استمر هذا وسط هذا الحال بالعراق تكرر هواية وأكهوا هواية من الناس علقوا على هذه القضية وأول تعليق موجود إياني من مواطنين على قضية المرور من فيسبوك حسين علي وبعدين يطلع وزير الداخلية ومدير المرور العام يقولون هذا تصرف فردي من الضابط والمنتسفين وراح نتخذ إجراءات ضدهم وليس أسكر يقول أنا من ضمن اللي تغرموا والسيد الملازم والمفوض اللي ويا يقول قاطعي الكرادة بس قاطعي الكرادة يعني هو يشتغل بقاطع الكرادة بس مدير رصافة دزني أخلص الدفتر هنا والعهدة على ذمة القائل أما إبراهيم العاني والله العظيم صحيح أنا شفتهم داي قص وصولات للسايد الأول وللشارع الفارغ داي خلص دفتر براس العالم وليس علي دولتايها ماكوا لا حسيب ولا رقيب بس على الفقير فكانت هذه تعليقات الناس على قضية تحرير المخالفات المرورية بغير وجه حق بحق المواطنين تراجعت مناسب المياه في أهوار جنوب العراق بشكل كبير جداً وأصبحت مهددة بجفاف تام ولم يسجل قط في تاريخ العراق وتاريخ الأهوار بحسب ما أفادوا ناشطين ومنظمات محلية هذا اللي خل الجفاف أقصد الحياة في الأهوار مستحيلة وما تسبب بهجرة غير اعتيادية لسكان مناطق الأهوار اتجاه مراكز المدن بمحافظات البصرة وميسان وذيقار السلطات الحكومية تقر أن المخزون الماء يتراجع إلى مستويات خطيرة جداً وصار الوضع الوائي متأزم في العراق ومهدد للحياة فلهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين ركزلنا على قضية أهوار العراق بأنوان أهوار العراق تحتضر في هذا الانفوغرافيك خلونا نشوفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على قائمة التراث العالمي ترجمة نانسي قنقر تصل إلى كافة أدحاء العراق لكن بسبب الإهمال وبسبب السوء وبسبب الفساد وسوء الإدارة والمحاصصة كان للأهوار النصيب الأكبر من الإهمال اللي أدى إلى اندثار هذه الأهوار واللي مهدد الآن بالإزالة من قائمة التراث العالمي تسألوا مدونين عراقيين وعرب عن دور محور المقاولة مثل ما يوصفوه بظل استمرار العدوان على غزة في فلسطين المحتلة وبدء التحرك البري من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ضد القطاع تحت غطاء القصف الجوي والمجازر المروعة اللي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أخواننا في غزة استغربوا المدونين من الحجج والذرائع اللي يسوقها محور إيران الولائي لتبرير عدم اشتراكه في الحرب على الرغم من الدعوات الصريحة اللي وجهت من حماس لممارسة دور فعال لتخفيف الضغط على الفلسطينيين في غزة تحديداً وفي فلسطين بشكل عام من دون أي مبادرة تحفظ ماء الوجه لهذه الميليشيات حتى هاي اللحظة واله السبب تصدر ترند العراق وسم هاشتاغ محور المقاولة محمد الحذيفي يقول هاشتاغ إيران أكبر دولة مارقة تعمل ضد قضية فلسطينية وتستثمرها لتحقيق أطماعها الاستعمارية ولا فرق بينها والصهيونية عمار النعيمي قضية القدس وتحريرها ومساندة أهلها هي شماعة يختبئ وراءها محور المقاومة لتنفيذ أجندات تمر ببيروت ودمشق وبغداد وصنعاء لكنها تتجنب المرور بالقدس وأحمد أكتوبر يالي عار محور المقاولة أقوى هجوم قاومة به مقاومة غزة بتاريخها منذ حوالي ستين عاما ورغم ذلك لم يتدخل المحور لفتح جبهة والتخفيف عن غزة وأبطالها متى إذن سيكون تحرير القدس برأي محور المقاومة؟ لقد انتهت مسرحية إيران في الشرق الأوسط ودفنت سردية المقاومة والمحور إلى غير رجعة أما مجتبئ هو محور المقاولة لو جاد بالمقاومة كان هسا فلسطين تحررت من زمن هذه كانت تغريدات الناس على هاشتاق محور المقاولة والكثير من هذه التغريدات نشرت أيضا على هذا الوسم اللي تصدرت عند العراق بعد أن اكتشف زيف ادعاءاتهم وزيف ادعاءات إيران بدفاعها عن قضية فلسطين وقضية المسلمين الأولى اللي مستمر صار لها أكثر من سبعة عقود أكثر من سبعين سنة وفلسطين في ظلم والظلم الأكبر اليوم من الإعلام الغربي لما يتكلم عن أصحاب الحق وأصحاب الأرض بأنهم إرهابين أنا داعش هنا عن الفلسطينيين لما يتكلم عن من يدافع عن حقه وأخوته وعن حقه بالأرض وحقه بالمكان أنهم إرهابيين هذا نفس اللي صار بالألفين وثلاثة لما وصفت القيادة الأمريكية برعاية بوش الإبن اللي يسموه العراقيين بوش الأرعن لما نسمى المقاومة بالإرهابيين أو بالميليشيات الإرهابية نفس الحال احتلوا بلدنا ناس تريد تقاوم المحتل صاروا إرهابين والصهاينة صار لهم أكثر من سبعين سنة محتلين ذلك البلد فلسطين والمقاومة صار لها أكثر من سبعين سنة تشتغل وصاروا إرهابيين السبب لأنه الإعلام الغربي يريد هذا الشي لكن إحنا شنو اللي ريدة إحنا أصحاب الحق وأصحاب الأرض شنو اللي ريدة وشوكت تكون إلنا كلمتنا وليش نعتمد على إيران وغيرها ليش ما تكون إلنا كلمتنا إحنا هذا السؤال اللي أحبه وجهه إلى مشاهدينا بنهايتها الحلقة نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج فوتكم بنفس الموعد إن شاء الله بأكد في أمان الله اشتركوا في القناة